اشتركوا في القناة ويسعدني دائماً أكون هني لأني أخذ راحتي وأقول الكلام اللي أقوله وأوصل رسالتي للمشاهدين والشعب الكويتي اليوم إحنا أكو حالة نوع من الأحباط الشديد لدى المواطنين وأمانة ماين لامون يعني إحنا ما نأيد لكن ماين لامون لما تلاقي شخص قاعد يشتغل صار له ثلاثين سنة ويتطلع إلى المزيد من العمل يحال للتقاعد بشكل قسري أطلع تقاعد قسماً عليك طيب هذا عنده التزامات عنده معرف إيش ولما تيطالع ليش طلعوا تقاعد بشكل قسري حتى نخلق فرص عمل للشباب اللي واقفين دور في دول الخدمة المدنية نعم أنا أفهم التقاعد المبكر أحد الحلول لكن لما يكون تقاعد مبكر اختياري للموظف مش إجباري يعني رجل يناطر ولدي توظف ما يلاقي لهو فنشه عشان ولدي توظف هذا مو صحيح مثالها لما ننطالع شخص دارس متعلم والدولة صرفت عليه يعني مو من جيبة الدولة صرفة عليه مكنتها وصلتها إلى مرحلة علمية حتى تستفيد من خبرته محطوط في مكان بعيد كل البعد عن تخصصها نحناش قاعد نسوي لما نلاقي إيك مسؤول يبي يترقى يتطلع لمنصب قيادي بلحظة يلاقي والله يا بولا واحد من فوق بالبراشوت حطه مكانة لما نطالع شخص يبي يتعين في وظيفة متقدم ومستوفي شروط المعلنة مش المخفية يكون شروط مخفية وشروط معلنة الشروط المعلنة محققها لما هي طالع والله هو أقل أنا أعرف قصص وأخص بالذكر في الهيئة العامة للتعليمي للتعليم التطبيق والتدريب وأنا كلمت مدير عام الهيئة أستاذ فاضل نحترمه من قدرة لأن هذه المخالفات لا يمكن تسكوت عنها يايب 4.0 أربع من أربعة أربع من أربعة خريت جامعة في أمريكا في المقابلة شو يقولون له والله جامعتك ضعيفة يا سلام طيب أنا بعرف اللي قابلوه شنه جامعاتهم عشان هذا تكون جامعة ضعيفة ما يقبل ويقبل واحد نسبته 2.9 2.9 يقبل وأبو أربعة من أربعة لا يقبل هذا شنجاوب له لما يسألني أنا شنجاوب عليه شنجاوب له وتمارس ضده هذه النوعيات أو هذه الأساليب من الممارسات القبيحة من المشؤول نحن أكو قصص كثيرة هات قصص كثيرة كثيرة ما نوقف أعلام كثيرة دكتور الآن من المشؤول من المشؤول ما غير أكو سلطة تنفيذية قاعدة تقوم بهذه الممارسات الآن أكو مسؤول مني مسؤول أعوج مسؤول أخرق مسؤول مريض نفسيا مسؤول في بلى مسؤول ضعيف مسؤول يبي يستفيد اللي فوق الوزير في نهاية اليوم الوزير هو المحاسب سياسيا أمام نواب الأمة اللي هم ممثلين الأمة لما تشوف سلوك مثل هذا تيجي تفز وتقول ترى أكو واحد ثلاثة أربعة وهذه الممارسات لا تتوقف من تبدأ تلوح بالمتائلة السياسية يقال لك واخروا عن التأزيم يا سلام طيب يعني شن شوي أتركه أخليه أخلي القرعة ترعاه الشكل لا يمكن لا الحين ولا بعدين لسبب واحد احنا قاعدين نخلق جيل متذمر جيل محبط جيل قاعد يكون هش لأي استقطاب وهذا موجود دكتور الأرض طبيعي هذه أحد الأسباب الآن أنا واجبي واجبنا كلنا كل كويتي شريف كل كويتي يحب أرضه وبلده أن يقف وقفه جادة في وجه هذه الممارسات لأنه هذا مثل مثل الحرب على دولتنا وعلى أرضنا نعم ومؤسسات الدولة لما تنكسر وتتدمر احنا قاعدين نكسر دولة لا نقبل واحنا مستعدين نعطي أرواحنا للبلد ضد أي عدو من الخارج ما هو أصبح عدونا داخل لازم نوقف الوقفة نبهنا مرة نبهنا مرتين نبهنا أكثر من مرة ونشوف هذا السلوك وين قال لنا سكته والله نبي تعاون نبي أجواء تعاون استقرار سياسي ما يعني ما عليه السكوت هو الخطأ نعم السكوت هو المريب السكوت هو التأزيم السكوت هو خيانة البلد وخيانة الوطن نحن أقسمنا أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن و للأمير وأن أذود عن عن الحريات وأن أحافظ على الأموال طيب هذا جزء من إبراء للذمة أمام رب العالمي في بلدنا هل هناك تعمد على عدم وجود خطة إنمائية وبرنامج عمل حكومة واضح؟ الله يشهد علي الله يشهد علي كنت أعتقد قبل أن أدخل مجلس الأمة أن الأمر في تعمد وهناك من يسعى للتكسير وكسر البلد لما دشيت المجلس اكتشفت أنه لا هذا حدهم حدهم؟ هذا حدهم هذا حدهم لأن مرة ثانية الآلية والمنهجية لما شخص يكون مسؤول في مكان في وزارة من الوزارات هم هم أن يطلب المؤسسة إلى عزبة عائلية ولو تلاحظ جزء كبير من مؤسسات الدولة تلاقي المدير العام موجود اللي تحته الوكيل نسيبة هذا ولد خالته هذا ولد عمه واللي تحته هذا يايب ربعة الآن هذه العزبة العائلية هناك عزب سياسية وهناك شلالية ربعة دوانية يلعبون جنجفة بالليل والصبح كل من صاير مدير الثاني أو تيار سياسي معين يعمل وفق إطار معين وقاعد يمكن ربعة طيب واضحة وأشكرة الكل يشولوا فيها وينكم يا المشؤولين تاركين هذه وأكون جزء أنا قلتها في التقرير قضية التنفع والتنفيع تنفع المشؤول يتنفع وينفع غيره ثلاثة أربع مؤسسات الدولة قائمة على هذه الروح وهذا السلوك في الإدارة يعني لما نقول اليوم علاوة الأبناء ماذا زيارة علاوة الأبناء زيارة القرض الإسكاني المتقاعدين المتقاعدين العسكريين الناس اللي تقاعدوا يعني على قضية التقاعد ثلاثين سنة في جهات طبقت صح؟ في جهات طنشت انتقائيا في تطبيق القاني مزاجية صارت انتقائيا مزاجية طبعا إذن شنو الذنب اللي حولتهم تقاعد طيب وشنو الذنب اللي ما حولتهم تقاعد اللي ما حولتهم في بعضهم عد الوضع صار مستشار يعني اليوم لا يحاسب وين العدالة خوش كلام طبعا احنا كلمنا الحكومة في هذا الأمر أنا كلمت ديوان الخدمة المدنية أعطونا دراسة حق هذا الأمر طبعا ماكو شي ماكو شي كلمنا التأمينات الاجتماعية وتتعذر دائما التأمينات الاجتماعية بعذر يعني يفترض مرة ثانية إذا ما بي أنا نرتقي قضية العجز الكتواري تعالوا مو أنتو تفتهمون في العجز الكتواري تعالوا قعدوا نشرحونا العجز الكتواري خلننش نحن نشرح لكم شنو الأخطاء اللي قاعد تسوونا عشان أنتو قاعد تطلعون أن هناك عجز رح يصير عندنا على كل حال بالمنطق والعقل إنسان كويتي قاعد يشتغل راتبة ألفين دينار عنده قروض وعنده خدمة في البيت وقاعد يسرف وقاعد يسوي الشهر اللي بعده يصير راتبة ألف دينار إذا كان قرضة ما أخذ قرضة بخمسمية دينار على افتراض وحسبها يبروقة وقلم هذا يدفع قصد سيارة يدفع أقصاد سيارة عيالة ومع الأسف مرات عيالة قاعد يدرسون في جامعات خاصة على حسابة أو مدارس عنده خدم في البيت مثلا خادم خادمتين عنده تلفونات موبايلات عنده يروح الجمعية يشتري بمية دينار بسكوت وكاكاو ماكو شي ثاني ما يقدر يشتري شي ثاني يعني يا دوب يا دوب القدرة الشرائية القيمة الشرائية للدينار الكويتي كل مالها قاعدة تقل بسبب التضخم وزيادة أسعار السلع بسبب أن الحكومة مقادرة تسيطر على هذه الأمور لما نحسب الألف دينار يش يطلع لنا في نهاية اليوم يطلع هذا بمعجزة قاعد يعيش آخر الشهر ومقاعد يطر وهذا كويتي اشتغل ثلاثين سنة في نهاية الخدمة معجزة شلون الله أعلم هذا مقاعد يطر وينقال له ما نحن ندري كعمل ولازم سيارة كشخة مو شي قصة سيارة كشخة اليوم هذا لما يبدل تواير سيارته في نهاية الشهر أو في فترة من الفترات يبدل تواير سيارته يتورط يتوهق بس دكتور عفوا لم يفتع أحد باب التأمينات الاجتماعية ولم يحاسب مديرها العام ولم يفتح هذا الباب لنعرف كم محافظها المالية وكم أرباحها وشنه العجز الاكتواري من هو راح يطق هالباب لا الباب مضقوك اسمحنا لا تشوف السؤال لما تطق الباب من قاعد يفتح لك الباب عشان تدخل وتشوف المفوظ وزير المالية يفتح للباب إذا كالأخير إذن لما الباب يتسكر تسأل تسأل أسئلة ما يجاوبونك تحط الوزير تقول لها اسمع ثرى في مساءلة قادمة يروح الوزير يوزير ثاني ونرجع ونروح ونرجع وتلاقي الشخص اللي مسؤول لا زال ورا الباب قاعد ورا الباب ونتكي وقاعد ونتسند على الباب إذن التأمينات الاجتماعية حصن ما حد يقفتحها مو بس التأمينات أكو مؤسسات كثيرة مثل هذه واحدة منهم لهذه العاملة الاستثمار أيضا حصن آخر ولا حصن بعد أكثر من هذا إذا هذا في باب من خشب ذاك باب حديد أكو هالقصص موجودة في البلد اللي يتكلم عن مؤسسات الدولة التنفع والتنفيع شلق عسير قتيت لاقي أنا سألت سؤال على هاي العاملة الاستثمار أبي أعضاء مزار سيدارات اللي يمثلون هاي العاملة الاستثمار في الشركات اللي تملك العلعب والله إنه لما شفت الأسماء وقيتها شلقصة يا ما في فيها البلد غير هالولد ما كل هل هذول بس وين باجي المجتمع وشيني شلقصة ليش هالشكل ورحت وقابلت الأخ الفاضل مدير عامل هاي العاملة الاستثمار وقيت لا أنا ما تكلم عن فئة معينة أنا أتكلم عن فئات المجتمع قال عندنا معايير ويشي معاييرك قلت اسمح لي أنا يايك بشوال يايك يايك بشوال أبي عارف المعايير هذي وشون طبقونها أكو هالقصة على كل حال من كثر ما الشق عود من كثر ما عندنا مشاكل ما إحنا قادرين نرك شت شو شت نظف تخيل تدخل في بيت عفسة ومدري شنو لا وتلاقي في في البيت أجلكم الله كل فار هالكبر كل فار من هذول قاعد له في كورنر بروحه أحل ألحق على هذا ولا ذاك ولا هذا ولا هذا شت تلحق عليه أنا أمثلها أعطي أعطيك وصف بالحالة أبي أي أبطق هذا ألاقي هذا تحرك طبق إياها شت تلحق عليه لذلك نبلأخذها واحدة أنا شقلت أنا قلت لحظة تعالوا يا جماعة ترى كل هال أجلكم الله مرة ثانية أنا لا أقصد الإساءة أنا أقصد الفاسدين هذه الأمور هذه كلها تحتاج إلى أن خلنا خططها خلنا نسوي خطة واضحة شون ندخل والترتيب وين فيه نعرف شونه وردت بيتنا وردت بيتنا وقت قاعد يمر بسرعة وي باقي لي ثلاثة أربع دقائق دكتور دائما إذا بنحلها يعني نرتب بيتنا من الداخل ونحل قضايا المواطن وهي قضايا برسيطة نعطي المواطن سكن ونحسن الخدمات ثم ننظر إلى الهالفيران الكبيرة ونبدأ ردت بيتنا ونعطي كل فئات الشعب الكويتي فعلا نحس المواطن الكويتنا الكويت له مش لبعض الفئات السياسية تشكلت الحكومة أنا تعمت ما أخلي أول شيء أخر شيء تشكلت الحكومة ونحترم كل الوزراء ونقدر ونبجلهم وما عندنا عداوة شخصية ما أحب صحيح لكن ما في بهالبلد إلا هالولد السادة محمد مع كل احترامي تقديري لمعالي الوزراء كلهم دون استثناء واحترامي تقديري لسمو الرئيس ترى كلهم ناس محترمين جدا وناس يعني ما يحتاج أنا أقول كلام زايد وحتى سمو الرئيس عنده قلبها الكبر قلب عود لكن الحين هذا القلب الطيب والروح هذه وهالوزراء اللي يوم أرجع وأقول إيش راح يقدمون الحين ما في في هالبلد إلا هالولد أعملنا بالله ياه واحد راح واحد ياه معرة ثانية لو نيب أينشتاين نقول تعال هذا كل عقل المفكر والمبتكر ونحطه في هالوزارة مثال لن يستطيع أن نحقق شيء لأن المنهجية غلط اليوم إحنا نبي حكومة تكنقراط ولا نبي حكومة سياسية شنو مشاكلنا يعني ترى في فرق وايد ها أختار وزير تكنقراط يعني في وزارة فني مهني بحث لازم تكون هناك خارطة طريق سليمة أكون أكون رؤية واضحة في وزارتها يطبق هذا التكنقراط الآن ما عندنا إحنا خارطة وبالتالي لسنا بحاجة إلى تكنقراط بحاجة إلى حكومة سياسية تحقق الاستقرار السياسي ولأن الاستقرار موجود موجود لكن لما أشوف أكون من يفز علي وقاعد لي فلان أتكلم عن الحكومة وأتكلم على سمو الرئيسة ولك من قاعد له كل واحد سالة ستينة هطول وجاهزين كل واحد يبيك من كل صوب ألا يفترض أن أحصن نفسي وحكومتي بشكل سليم وصحيح وبالتالي من اللي اللي يفترض أجيبة معاي في الوزارة حتى أتحصن أختار صح أحصن نفسي من هذه الأمور لما تطالع تشوف الاختيار ما هو سياسي صح طيب ما هو تكنقراط ما هو سياسي صح ماذا تتوقع نهاية هذه الحكومة نعم الحكومة التي تريد وهذه الرسالة وصلتها أكثر من مرة الحكومة التي تريد أن تبقى يفترض تبقى من خلال أدائها الحكومة التي تريد أن تحتمي الحامل وحيد للحكومة ترى مش المترفدين ولا هالقوة ولا هالأباد أباد ولا هالمجموعة الحامل وحيد للحكومة هو الشعب الكويتي نعم قدموا شيء للشعب الكويتي والله لن يتجرع عليكم أحد دكتور لو تم منها قضية الإسكانية وتحسين الخدمات تنتهي خمسين بالمئة من قضاء سبعين بالمئة من هموم المواطن مع التحكم في موضوع زيارة يصفقون بعدها تنتهي مشاكلهم يصفقون لك ولن يتجرع أحد عليك لأنه منه راح يحميك الشعب نفسه حب الشعب هو السور بالضبط لو عندنا هذا الفكر لو الحكومة عندها هذا الفكر ليش ما تملك هذا الفكر أنا أعتقد ضغوط سياسية حكومة سياسية رأيي الشخصي مرة ثانية ما عندي دليل على الكلام اللي أقوله أنا عندي مجرد قراءة سياسية هناك من يسعى لجر الحكومة والمجلس لمواجهة لحاجة في نفسي واضح من شكل الحكومة واستياء المجلس اليوم الحكومة تعرف سمو الرئيس مدرك المجلس مدرك ترى هناك من يسعى لجر المؤسسة التشريعية اللي فيها الحكومة والنواب إلى مواجهة مواجهة ساخنة طاحنة رح يطلع هذا يدافع رح يطلع هذا يهاجم أعتقد هناك من يريد لهذه والبعض يعني يقولك خلال الأيام القليلة لحبلة بالصدام السياسي بدلا من التشريع مع الأسف هذا متوقع لذلك أنا أوجه رسالة للنواب أو شيء لنفسي وللنواب وللحكومة وكرر الشعب الكويتي ترى ما رح يرحمكم كلكم ما رح يرحم النواب ولن يرحم الحكومة واللي يعتقد بأنه يستطيع بعدين يسوي له حركة حركتين يصيح مني يصيح مناك ويسوي له نوع من الحركات للتكسب السياسي كونوا على ثقة تكلفة الصراع القادم تكلفة غالية عليكم كلكم عليكم كلكم وكلكم دون استثناء رح تكونون في وضع لا تحسدون عليه لذلك حتى لا تكونوا في هذا الوضع الذي لا تحسدون عليه تحسدون عليه قدموا شيء صح خلن نعمل بشيء صحيح حتى نكون في وضع نحسد عليه هل تتوقع هناك من يريد جر المجلس الأمة للصدام مع الحكومة مئة في المئة تعيدني في هذا النقطة مئة في المئة والهدف توقع ها توقع هو كل السياسيين مؤيدين هذه النقطة نعم لحل والهدف حل مجلس الأمة الحالي والعودة إلى الانتخابات حتى اللي اعتذر يرجع وأزيدك عليها بعد أنا أيدك مئة في المئة في اللي قاعد تروح له أنا أعتقد أيضا هي مش بس قضية حل مجلس الأمة ونواب يتبدلوني ونواب غيرهم أنا أعتقد أيضا بأن هذا اللي قاعد يصير هناك من قاعد يجرنى لحل لتبديل النواب وتبديل الحكومة هذا رأي الدكتور خليل أبو لأنا شاكر لك على هالساعة الجميلة الله يسلم وإياك وأتمنى لك التوفيق وإن شاء الله والله كنت أتمنى حكومة تكنقراب شابة فيها شباب يساعدون النواب في التشريع وأنا يمكن قلتها الدكتور أكثر من مرة المجلس المبطل الثاني السابق أنجز من القوانين وأعتقد أن الحكومة تندم على هذا المجلس الذي أنجز الكثير من المشاريع وما زال رجال بعض رجال موجودين يسعون للتشريع والقوانين لهذا الوضع أنا ما بيأخذ من وقتك أدري ما عنده وقت هذا المجلس إن شاء الله أيضا فيه رجال يفترض وإن شاء الله يقومون بدورهم يفترض الآن الحكومة مدام ماكو رؤية ماكو صورة واضحة ماكو شيء لا تكنقراط ولا سياسة ولا شيء يعني لا يرفع التكنقراط قلت لك في هذا الوقت فلنتفق على شيء خلنا نقعد ونخط الخطة صح ونحط منهجيتنا صح ونبحث حتى إذا فشلنا على الأقل في الإنجاز والتحقيق شيء للشعب الكويتي وإن شاء الله ما نفشل على الأقل المرحلة القادمة تكون مرحلة نقدم فيها شيء للشعب الكويتي الله يشهد الوضع ما يحتمل وإن شاء الله نستطيع أن نقدم شيء وأنا أعد أنا راح أقوم في دوري وأخواني اللي في المجلس إن شاء الله راح يقومون في دورهم ونتمنى النجاح للحكومة وللمجلس في شيء واحد أنه ننقذ ونرتقي بالشعب الكويتي اللي فعلا ترى يستحق هذا الأمر هذا الشعب الكويتي مو شعب أي مكان هذا الشعب الكويتي الدكتور خليل عبدالله أبل شكر لك حياك الله شكرا 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 أبو براك سوان الأول يعني في ظهور بعض النواب السابقين في ندوة لنصرة رسول صلى الله عليه وسلم وللأسف تم تحويلها لموقف سياسي وألقوا وطلعوا وألقوا الاتهامات على الحكومات العربية وأيضا قبلها في تجمل مثل المبراك بعدين شفنا أحمد السعدون أيضا تطر اشتقرى المشهد السياسي هذا لا يعني عناوين للفشل اللي قاعدين يعيشونه أول داد ويعتقد دعوا لها الحراك حتى مسلم مايا كله وستة حقوق ساعتين صاروا تتسعة قام الطرف الآخر اللي مختلف ضمن المعارضة اللي يسمون نفس المغربية اللي هم أحمد السعدون وربعة فما يبني مروا من نفس التجربة ويبني بينهم الجنع الأغوى هي ما كانت لنصرة الرسول بعد تحول سياسية هي سياسية عنوانوها على نصرة الرسول عقب فترة من الضجة مالة فرنسا يو ما لقولهم أحد ما مصلوا لهم هاته خمسين شخص هذا عنوان الفشل اللي قاعدين مشون فيه ويو علشان تكلمون سياسة مرة أخرى اللي قاعد يسوونها بالضبط يعني استغلال طبعا استغلال للدين من الزمان نجري فيهم ما تطالعوا عن وجهه كلا كلا أخوان المسلمين ما اللي قاعد يتحجي فيهم كلا من نفس القصة أخوان المسلمين طبعا عنز أعلانين على الأماكن اللي صار فيها طرد للأخوان وإبعاد لهم أكيد يسوون الحكومات العربية هذه وأكيد بيضايقون من حكومة الكويت اللي أنهت مواقعهم ألا شيء حنا نقل بس اللي ننطره إن شاء الله الله يوفق وحكومة الكويت تقتنع بأن هذوله هذا تنظيم تيار إرهابي يجب دمقى بالإرهاب متى نوصل لها المرحلة إن شاء الله جريب إن شاء الله يكملون أخطاهم شوفوا الإرهاب اللي قاعد يصير في مصر أخذنا الدرس لازم نأخذ الدرس لازم نعرف إنه إحنا هذولة اللي عندنا مو بس إرهابيين إلا مو مولي الإرهاب فهذولة يعني ناس ناس فاش شوفوا هذولة يبونسوني أنا جماعة المعارضة متفتشين ونتهين ويقول لك راح يسغط المجلس راح تنفل الحكومة وراح تنجع الانتخابات بأربع صوات وراح تيتش يذكروني فيه محمي والله يعني أدي أشارك جمهورك فيها لما كنا صغار كنا في مصر كان أكو مطعم وليس يتكرر بالعجوزة اسمها مطعم طعمها بيحسد ويشارك لذيذة صغار وكذا فيما موقف حق تكاسي وصارت هوشة جدا منه واحد مصق حاط واحد تحت وبط فيه بوكسات بط فيه بوكسات دمه انتشر واللي تحت شقاعد يقول سيبوني عليه سيبوني عليه هذه المعارضة الكويتية الفاشلة المعارضة اللي أثبتت لأيام إنها معارضة أجنبية لأن قوامها من ناس أصلا مكويتين وخذوا الجنسية بالتزوير هذا ولا رح ينفتح ملف التزوير بالجنسية أعتقد لازم يعني أمر ما أشوف فيه تحرط لا أشوف فيه تزوير صار من الموظفين في الداخلية وتمنوا حكمتهم وتم حبسهم وتناس الحاجة تتشغلات ما قعدت هذا شيء بس الناس اللي يثبت عليهم التزوير أو حتى أنت لما حتى لما تحط بيسمونه من إجليز برجل اللي هو إدخال معلومات كاذبة في أوراغ رسمية هذا هم فيه عليها يعني تعتبر جريمة والمفروض يعاقب عليها دائما نسمع عن قوانين ببراك نسمع عن قانون الفساد نسمع عن مكافحة الفساد نسمع عن قوانين يقرها مجلس الأمة ولا تنفذ البعض يقول أن دولة الكويت فاشلة حكومة فاشلة ما قاعد تسوي شيء لا أشوف الكويت دولة فاشلة هذا من الأهداف الرئيسية لمخطط الأخوان يقولون شلون اشرح ليها أنا أقول لك شلون أنا عندي نية للاستيلاء على الحكم لأن هذا من جزء المنهج والمذهب ما لهم أنه طالب سلطة هذا مو يعني مثل تيار السلفية بيرجعك إلى القرن الأول الهجري بس ما يبيصير حاكم يبيصير فقيه ما للسلطان هذول يبون حكم هذول يبون حكم فعلشان يوصل الحكم بدون مقاومة شعبية زي يبتدي ينشر ثقافة عند الناس بأن الدولة هذه طائحة الدولة هذه ما فيها شيء فيه زي كل شيء فيها خراب كل شيء فيه يوصل إلى مرحلة الشعور بأن هذه الدولة دولة فاشلة تخيل الكويت بكل تاريخها زي من العطاء ومن التنظيم ومن الخدمات وكل شيء يعني أحداهن من جماعة الأخوة المسلمين مركات بتغريدة أن الكويت آخر دولة في دول الخليج فيما يخص البنية التحتية إحنا آخر دولة دول الخليج ما عندهم مجاري نزيل ما عندهم مجاري أنا اللي اللي عندي أكبر أضخم محطة مجاري شوارعي كهربتي أنا البنية التحتية بس هذه القناعة يوصلونك يستغلون نفوذهم خاصة عن طريق الشفافية جمعية العتمة هذه والضبابية يطلعون لك يدزون تغارير حق المؤسسات لهم علشان ذلك يكتبون تغارير بدان على كلامهم أن الكويت ما فيها شفافية الكويت ما فيها إنسان حقوق إنسان ما حقوق إنسان كلهم شقالين على أظهار الكويت بينها دولة فاشلة فيوصلك لمرحلة أنه لما باتره يغفز على الحكم وينطع على وزارة الإعلام وقصر السيف الله لا يورينا ذاك اليوم أن الناس يا معود خالتغيرون ما شوولنا يصير الغناعة جديدة بس مبرك ما شوف ولا يوم تجد أحد فيهم قاعد يتكلم أنه والله عندنا فساد بس عندنا شيء ويت زينة صح ما حد قاعد يتكلم عن شيء زين بعدين أنت أتخيل لكويت دولة فاشلة أنت طالع اختفاء الأم العربية فيك طالع اختفاء الأمم المتحدة فيك طالع أنتش قاعد تسوي في بلدك نعم تأخرنا في أسباب عديدة لها ليش تأخرنا مبرك ليش الحركة بطيئة ما زالت بطيئة البعض يقول بعض الوزراء ما هم جادين حتى مبرك لا لا هي ما هي قضية هذه الحكومة أنت تتكلم عن حقبة من الحكومات أنا ذاك اليوم كنا نتكلم على موضوع الفساد في التقارير اللي رفعنا الجان تحقيق وقلت لهم كل ما قلت لهم احنا يعني بالأول أول ما وعينا بالكويت الخبر المثير أنه فيه فساد فيه إدارة ما يعني فيه وزارة فلان والله معقولة يا شديد والأفلان باقي وكيل وزارة والله خبر مثير اليوم هذا ما حد خبر مثير خبر مثير أنه فيه إدارة في الوزارة الفلانية نضيفه ما عندها ملاحظات هذا اللي صرنا فيه طيب شي اللي نقلنا من هذا الوضع إلى هذا الوضع خلال خمسين سنة من الديمقراطية والديمقراطية ترقه في الشعوب ليش إحنا من بيت شعوب خلق الله حطينا دمقراطية وبعد خمسين سنة انتهنا بالنهاية النكتب بالنهاية تمام العكسية أنا أعتقد مسؤولية يعني مسؤولية مشتركة فيها دور حكومي سيء متعاقب ما حد الحكومة محددة فيها دور لنواب المجلس مخيف جدا لأن أنت وأخطر من دور الحكومة لسبب بسيط لأن كل الديمقراطيات قائمة على مبدأ أن الحكومة متوقع منها الفساد والخطأ وأن المجلس التشريعي دور الرغابة والمحاسبة ليصلح هذا العجاج لكن لما يكحارس العمارة ويصير حرامي أكبر من الحرامي الفاسد الثاني هني مصيبتك هني مصيبتك وزير ينقل واحد يعني يدوس على العدالة والمساوبة وما بالك في نواب كل واحد داق لي ريشة أنه هو مقاوم ووطني وما يدش الوزارة كل يوم إلا وراء ثمانين واحد تعال سلهم واسطات وحط هذا وشيل هذا تنفو الهيكل الإداري ما للدولة كله نزيل فبالتالي عملي فوق هذا الإنسان الكويتي لدور في الوضع اللي صرنا فيه لأنك انت انت حتلوا الآخرين فاسدين خلك انت نظيف خلك انت على أخلاق أهل البلد انت ثرنا صار الفساد شغلة عامة وعملية محاربتها طبعا في كل بلد يوجد فساد بس احنا صارت عندنا مشكلة أينما ذهبت فهناك فساد كأنما الناس هوايتها أن تقوم بالفساد موضوع الحيازات الزراحية يعني اليوم حد المواقع التوتر يقول لك في بجس 92 80% توزع لهم قسائب في 96 70 في 2043 40% يعني أرقام قاعد نشوفها كبيرة في توزيع الحيازات الزراحية على النواب على النواب النواب ساب شو رايك في القضية طبعا هذا جزء صغير هذا رأس الآيسبيرغ على ما يقولون هذا الرأس هذا الرأس الرأس ما للمشاكل أنه ترضيات وقاعد يعطونه وكذا وسيئة ويضرع لك أنا وطني وأنا ضد الحكومة وقابض أرض صناعية وأرض مش عالف شي وانت ماشي أيو أخير هذا جزء صغير أكو جزء أهم هذولا وغيرهم أخذوا حزازات صراعية يعني خلي أضرب لك مثلا أنا يا أخوان توفى أبونا ورثنا نفس الورث صح قالوا أكو مزارع قلت أنا وأنا بروح أخذ على زراعة أنت قلت فرع ما أحب الزراعة أنا راح أخذت لنا زراعة خلصوا ليها وعقب أسبوع بعتها 200 ألتنار ما سووا شي طيب أنت لو تدري أن أخذوا بيع ما شرحت صح طيب ليش حلال عليه حرام عليك صح شوف الأعدالة رقم واحد أنا أنظر للأراضي الزراعية ترى وضحها القانوني لا يختلف بتاتا عن سوق شرك نعم سوق شرك أعطوا أرض عشان يقيم عليها يستثمر فلوسه في قامة مشروع ما صح متفق عليه صح أنا لما أعطيتك الأرض متفق ويدياك على زراعتها أنت ما تزرعها أسحبها منك صح أنت تبني لياها استراحة أسحبها منك ماكو هني المصيبة خلقوا باب للفساد غير معقول غير معقول قدمنا الآن تعديل عليها نمقدم عليها تعديل وداقشنا جزء منها في الجلسة اللي فاتت وإن شاء الله في الجلسة اللي آية رح يكون في حديث مواصل لها حتى يمنع ببركة هام قانون يمنع التناصل ترجع لأمناك الدولة كلها مو بس تمنع تمنع وتسترد الأرض من اللي ما وفى فيها أعطيك مدة سنة أو سنة ونص ما تخلص تعيدها إلى طبيعتها مع السلام يا أخي هذه الشاليات صارت كلها استراحات صحي كلها استراحات أنا أخذها ووزعها قسائم حق السكن أحسن من هالبوق اللي قاعد يصير فيها ما يجوز قضية التأمينات الاجتماعية نصدمنا كانت هناك هناك المصيبة إن هناك كان من النواب السابقين من يدافع عن التأمينات الاجتماعية وعلى رقم أن وجود ملاحظات دول المحاسبة والشمال يدفع الثمن وكل من يقترب من باب التأمينات الاجتماعية كان الوزير المالية يستجو قضية التأمينات الاجتماعية راحت الفلوس لا ما أرى تسأل يا رأي وليش صارت هالمشكلة خلني أقول لك شو المشكلة يعني أنا لازم أبتدي بالآتي الأخ فهد الرجعان صديق عزيز وقديم جدا واعتز فيه وفجأت ما تمنيت أن هذا شيء يصير وأتمنى أنه فيه لبس أتمنى بس الحقيقة حقيقة راح تظهر اليوم وله أقبل لكن بالنهاية حتى إذا فيه شيء مما يقولون ما أعتقد أنه فهد أو أي واحد في موقعه وعنده نصبق يحتاج أنه يأخذ من أموال الدولة ما يحتاج يعني إذا واحد ساطع على أموال المتقاعدين والأموال الدولة هذا ترى ما يفهم لسبب لأن أنت في البلد هذه للأسف ما عندك قانون يجرم سرية المعلومة أعطيك مثال أنت اليوم فيه شو يسمونهم بسوق اللي يدير محافظ مدرأ محافظ إيه زين فهذا عنده فلوسك وفلوسي ومجموعة ناس حطيه فلوسهم عنده وهو يتاجر فيها فبات شريه بيشتري زين بيدش دخول الناس مشتري يبدير يرفع السون فهيقول الحق ولده روح يشتر اليوم شرع اليوم بات شر ده يشتر ارتفع السهم بيع باع حقق هذا التصرف في الدول الأخرى جريمة يعاقب عليها بالحبس نحن موجود فأنا اليوم لما أكون على رأس هيئة استثمارية بحجم التأمينات تأمينات أنا أعرف أن بات شر من نفس السال فأروح على زين أو بروح على فيفا أو غيرها وبشتري فيها فأقول لك يا محمد اشتر لي أنا وياك وأعمل فلوس ما مديدي على فلوس الدولة بس مثل ما قلت لك احنا ماكو قانون يجرمها ولا جريمة بلا قانون اكتشاف مبلغ كبير يعني ما قاعد يقول لك الحين اللي تم اكتشافه واللي صاير عليه الصحة أنه عنده في حساباته مبالغ متضخمة من وين أنا ما أدري أتمنى أنه مويا من التأمينات ربما كانت عنده استثمارات أخرى بحافية ما أدري بس أنت بالنهاية المتهم من كان أي أن كان متهم بري حتى تثبت إدانته تتوقع في ناس معه ما أدري ما أدري معلومات أبدا والله أبدا يعني ما عندي أي معلومات مع أني التغيت حتى بالأخفة هدر راشد ووضح لي بعض الأمور اللي هو كان يتكلم عنها لكن من ما قلت لك بي يخضع للتحقيق للمحاكمة إذا في عليه شيء بيدينونا ما عليه شيء بيطلع براءة مبارك دائما نسمع لكويت حمراء مزجنة حرامي ما اللي عم بخاصة من الكبار اللي صارت عليهم مشاكل إحنا اللي وصلنا كمان ما تكلم من الفساد إلى الفساد التام عدم تطبيق القانون أنا قلت بنفس الجلسة في المجلس عدم تطبيق القانون أنت شوف اليوم البلدية وهذه يعني من أسوأ وأبشع أنواع الفساد أتيت لقالك واحد باني له خمس ستة دوار مزي في بي وهذا قاعد نشوفه وقاعد نشوفه هذا أبشع أنواع الفساد ليش لأن هذا قاعد يجاهر بفساده شوف الواق اللي قاعد يبو يخشخش بحد يدعو عنه يصدونا بالصدفة مش عارف شنو بس ما يجاهر هذا قاعد يجاهر يقول لك تصفيك وتصفي قانونك تصفي مجلسك البلدي وفي بلديتك وببني ورغم عن أنفك مصيبة الآن تروح تلقى باتر عنده ترخيص في البناء في مخالفات كثيرة في ترخيص وطيب ورني هاللي رخص له عقبته ماكو قانون يعقب هذه من الأشياء الجديدة في قانون البلدية صراح دخله مافي قانون يعقب بضبط هذه كانتها أنت اليوم اتخذ قرار وباشر خسر الدولة في قضية ولا في موضوع المال ما يحوشك شي ليه لا صراح خلي حوشك شي خلي حوشك خصم ست شهور راتب أو ضرم تحد أو ضرم يعرف بأي قرار يرد على الحكومة أنت اليوم مشيت واحد ورجع وطلب تعويض وما تعويض ثالثة شوف الأدارة قانونية في البلدية مثلا شكثر الخسائر اللي تحملت هالدولة صراح من خلال الإدارة القانونية ليش ليش حتمت على الفدوة والتشريع شكرا فيهم زين حتمت على الفدوة والتشريع بس أنت حط مبدأ تخسرني تدفع جزء ما أقدر أنا أستمر بالطريقة هذه هم يتخذون القرارات عشوائية على كيفهم وبعتقدون الدولة اللي قاعدة يدفع الثمن مش كلنا اللي قاعدة نعيش في هذه بس يجب يعني محتاجين تعديل في التشريعات لا بدا وايد معتاجين في تشريعات وايدة طلعت عندنا أساسا خاطئ شوف المشكلة لا يوجد تنظيم يدعو إلى دراسة القوانين بعد ثلاث سنوات وبعد خمس سنوات من إطلاقها أنت طلعت قانون أمتاز يتبعد ثلاثة أربع سنين الناس متدرس العائد ما له موضوع مهم جدا تطوير اجتماعات اللي جان في مجلس المجلس دائما نقول اللي جان أهم حاجة في مجلس المجلس أوكي محمد أنت مثل ما تفضلت اللي جان هي مطبخ المجلس أو مطابخ المجلس هنا تنضج القوانين في أزمة فيما يخص اللي جان مو في هذا المجلس فقط يعني أنا على الأقل بالثلاث من الجالس اللي مريت فيها في الممارسة ولو أنها مرطلة ولكنها كانت مجالس في حينها وبمتابعة السابقة كان مراقب سياسي دائما تجد فيه تأخير لأن النصاب لم يكتمل صح النصاب لم يكتمل وماشي تجد عد مرات شهرين نصاب مو مكتمل وقوانين واكفة طيب وبعدين سبب التقييم تتعدد الأسباب بعضهم سافر بعضهم مريض بعضهم في رحلة برلمانية مالصداقة بعضهم عند المعاملة يخلصها تختلف الأمور نهاية الأمر والحقيقة الواقعة والمتكررة في جميع المجالس أن كثير من اجتماعات اللجان قاعدة تلقى بسبب عدم اكتمال النصاب فإذا وحطينا تعديل على المادة أنت اللي يصير عندك إذا عندك لجنة خمسة لازم ثلاثة على الأقل يكون موجودين إذا سبعة لازم أربعة على الأقل موجودين كثير من الأحيان الثلاثة لقى اثنين أو الأربعة لقى ثلاثة وما تصير لجنة وما تنعقد اللجان فعملنا تعديل على المادة 180 لن يخص اجتماعات اللجان بحيث أن تجتم عن اللجنة نص ساعة عشان يحضرون ما يحضرون إذا في في لجنة الخمسة اثنين أو لجنة سبعة ثلاثة موجودين واحد منهم الرئيس اللجنة أول مقرر هنعقد اللجنة أنت مايت أنت مشكلتك بس أنا ما أقدر أجل أعمال المجلس والقوانين اللي مقدمين هالنواب وقضايا العالم لازم أشتغل فيها فعملنا هذا التعديل وطبعا رحنا حق المستشار الدستوري الإعادة صياقته اللي هو الزعيم عندنا من فتاح حسن أستاذ عبدالح حسن أستاذ عبدالح حسن بنفسه يقول لي إذا تم هذا التعديل رح يكون أهم تطوير على عمل المجلس خلال خمسين سنة لأنه يعلم الحدر اللي قاعد يصير في وقت اللجن بسبب عدم اكتمال النصاب عزاء المشاهدين مرحبا بكم من جديد شاهدنا هذا التقرير شاهدنا أمير القلوب رحمة الله عليه أستاذ عصومة ماذا يذكرك بالشيخ جابر صباح الله يرحم الانسان لما يرى مثل هذا هذا الانسان العملاق ليس بالكلمات وإنما بالأفعال وبالمواقف وبثبات الموقف في القضايا المختلفة لا يملك إلا أن ينحلي تقديرا لتلك الشخصية فإذا كان الشيخ عبدالله السالم هو أبو الدستور فرحمة الله على شيخ عبدالله السالم فإذا الشيخ جابر الأحمد طيب الله هو أبو الكويت الحضارة البناء أبو التحرير يعني هناك معاني كثيرة يعجز اللسان لكن أحب أقول لك أول شيء قبل لا أسترسل في الكلام أقول لي الشاعر الرائع سالم السيار صح لسانك لأنك فعلا أثرت شجون في داخلنا ونحن نرى هذه الصور الحقيقية المعبرة متزاوجة ومندمجة بكلماتك الرائعة لتقطر وطنية وتقطر حب فتحية لك يا سالم السيار ونحن دكتور نحمد الله سبحانه وتعالى أنه ما زال يعيش بيننا وهو أميرنا أمير الشيخ صباح لحمد الجارة بلا شك وهو استكمال المسيرة سومال بلا شك لكن ما يحزن في القلب صراحة وأنا يمكن قلتها في البداية نقرأ الصحف كلها الأربعة وكأننا نعيش في معركة تكسير عظم لا نرى في أي صحيفة بناء الكويت لا نرى التخطيط لمستقبل الكويت لا نشوف من الحكومة السياسات لبناء دولة حديثة ولا نرى من مجلس الأمة ببعض نوابه الذين يتجون اتجاه نحو استخدام الأداة الاستجواب كانها أداة وسلاح للحر ما رأيت في الكلام هذا دكتور طبعا هي حالة تشنج وحالة توتر تنقلنا في حلقات تقريبا شبه متصلة من أزمة إلى أزمة ومن توتر إلى توتر وحقيقة يعني الناس زهقت الناس ملت الناس تحتاج أن ترى إنجاز الناس تحتاج أن ترى الكويت كما نراها في قلوبنا تريد أن تراها على أرض الواقع أحب أقول يعني لك وللأخوة المشاهدين وأكيد كلهم يعني اسمعوا هذا الكلام من أكثر من شخصية الناس يعني محبطة وكان أحباطها شديد قبيل حل المجلس لكن كلمات صاحب السمو الله يطول بعمرة عندما أعلن عن حل المجلس كانت كلمات إضافة إلى أنها كلمات تعلن عن نهاية فصل تشريعي قبل استكمال مدته ولكنها تعطي أمل بأن هناك تطلع لمستقبل أفضل وعندما قال بأن المسؤولية تقع على الناخبين وعلى الناخبات في أن يقوموا بمسؤوليتهم للمرحلة القادمة كانت درجة الأحباط جدا عالية بين يعني جميع شرائح المجتمع الكويتي وبالأخص من عليهم مسؤولية الاختيار في المرحلة القادمة ومرحلة الانتخابات فكل المرشحين عندما كانوا يدوروا على الدواوين ويحفزوا المرشحين الناخبين لأن يقوموا بدورهم وأنا منهم كنا نسمع كثير من الناس يقولون ماكو فايدة يعني تعبنا وملينا وكل يوم ما فينا عندنا سالفة إلا رايحين صندوق الانتخاب وننتخب ونختار ونجتهد في اختيارنا ثم بعد ذلك النتيجة هي أن ندخل في هذه الصراعات البينية وندخل في هذه الحدية فيما بين النواب والحكومة وفيما بين النواب والنواب لم تقتصر القضية بين الاحتكاك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بل أصبحت الاحتكاكات بين النواب أنفسهم اليوم لما نطلع على الاس ام اس عن طريق الشبكات الأخبارية عن طريق التلفوات المتنقلة حتى اللحجة النائب لما يتكلم حتى عن زملاء النواب أصبحت للأسف الشديد لغة يعني لم نعهدها ولا نريد أن نعهدها نريد أن نعود مرة أخرى إلى لغة الخطابة المهذبة إلى لغة الخطابة الراقية سواء فيما بين أفراد السلطة التنفيذية والتشريعية أو بين النواب بعضهم بعض وكذلك بين أفراد الشعب لأن المشكلة أن التطاول اللي قاعد نشوفه ونشهده فيه الساحة النيابية والساحة السياسية انعكس على الناس يعني الناس صار يعني إيدينها أطول من لسانها اليوم أول كنا نشكي من للسان اليوم صار تطاول باليد وآخرها قصة الطبيب اللي أخذ له ضرب يسوى حياته كلها فإذن إحنا المفروض أن نقف يعني وقفة حق مع أنفسنا نقف وقفة صدق نقيم الواقع اللي إحنا فيه الواقع اللي إحنا فيه واقع غير إيجابي طبعا نختلف معك بالبداية لما قلت بأن إحنا إنها دولة بلا دولة لا هي دولة هي دولة ونفخر بأنها دولة ولكن بعض الممارسات للأسف الشديد تخرج عن حدود المفاهيم في العلاقة فيما بين السلطات وهذا العلاقة حجدها جثور دكتور مقصومة دام أنت اتقدت دولة بلا دولة هل يعقل دولة تمشي بلا سياسة حتى كان هناك لقاء مع الأستاذ سامن نصف يوم الخميس قال أصبحنا مثل البقالة نصبح الصبح نشتغل وتالي الليل نكفل ما عندنا سياسة واضحة والدليل على هذا كثير من المآسي حتى موضوع الدكتور اللي أنت طرقت المثل اللي طرقت عليه لازم هناك أسباب الطبيب تعرض لضغوط بعض أهل المرضى أنا لا أعطيهم العذر ولكن يمكن أهل المرضى في سبب معين نحن نجهله لكن دكتور أنا خليشت الطرق لكن هناك سؤال حائر أسأله لكل ضيوفي منذ شهر مجلس الوزارة يقر قرارات صارمة تساعد على بناء الكويت ومجلس الأمة بنوابة يقررون كثير من المشاريع نأتي للجهاز التنفيذي للدولة يأخذ هذه القرارات ويضحها في الأدراج ويغلق عليها لماذا؟ طبعا هي ليست الأمور يعني بهذه البساطة التي تفضلت فيها نعم كلنا نتطلع بأن تكون هناك قرارات واقعية وقابلة للتنفيذ وأن يكون هناك جهاز في الدولة قادر على تنفيذ كل القرارات نعم هناك تباطئ هناك تراجع في بعض القرارات لكن ما نقول يعني أنه يأخذها ويحطها بالدرج والله أن هناك وزير سلم من رئيس من الزراء مشاريع أخذها وحطها في الدرج وأغلق عليها استمرت الحكومة ثمان شهور وأخرجها وسلم حق الوزير البعض واخذي مصادر صحيفية طبعا نحن نتكلم فيها الحالة عن المشاريع الكبرى نعم عندنا حسرة وقصة بالقلب على هذه المشاريع الكبرى اللي احنا كنا نطلع لها وما زلنا نطلع لها الدولة اللي هو عندنا طبعا أميرنا يحفظ الله يعني يعلنها أكثر من مرة حتى عندما كان رئيسا للوزراء بأننا نريد أن نحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري وطبعا هذه ما هي شعار يرفع وله أغنيا غنيها هذا يحتاج إلى مشاريع يحتاج إلى رؤية يحتاج إلى قرارات يتم من خلالها تطبيق هذه المشاريع ووضعها على الأرض عندما يتم دراسة هذه المشاريع أنا يبلك مشروع من المشاريع درسنا لما كنت في وزيرة للمواصلات هذا في بداية 2007 ينا في وزارة المواصلات درسنا هذا المشروع ودرسنا بجدية حقيقية مع تقريبا كل الوزارات المعنية في هذا الموضوع والبلدية والهيئة العامة للبيئة واخذ عندك كل الجهة الحكومية الأجهزة المعنية حتى بما فيها القطاع الخاص أشركنا جزء منه حتى نسرع في تطبيق هذا المشروع نعم نشعر بحسرة بأن هذا المشروع ما زال على الورق في حين أن دولة أخرى احتفلوا بداية أوغست أو منتصف أوغست اللي طاف يعني قبل تقريبا 15-20 يوم احتفلوا بالتشغيل التجريبي لخطس كل حديد وهي دبي دبي بالضبط لأنهم بدوا بالدراسة معنا وأهم الآن طبقوا المشروع على الأرض جربوا تشغيل التجريبي ورح يمشي عندهم إذن جزئية من الكلام اللي قلتها هي حقيقة بالنسبة للمشاريع الكبرى نعم نشعر بغصة ونشعر بمرارة بأن ما نخطط على الورق ومن أحلى ما يمكن جميل حقيقة سواء بالنسبة لهذا المشروع مشروع تطوير الموانئ مشروع توسعات المطار وأنا عندما كنت وزيرة أعتذر لصاحب السمو اتصل أربع خمس مرات دكتورة وين صار المشروع ندور في حلقة مفرقة صار عندنا نوع من الخوف أن نخاف نتقدم خطوة ونخطأ خلنا نخطأ نخاف أحد يبوغ نخاف أحد كذا نخاف أحد يستفيد والتالي البلد هي الخسرانة إيه عندنا مشاريع كبرى والله لو حطينا الهمة بنفس همتنا في دراستها على الورق وحطيناها على الأرض لأصبحت الكويت كما كانت درة الخليج تبيني أقولت شي يا دكتورة قولي للأسف يعني الدول الثانية تبني لمصلحة وطنها نحن نبني مشاريعنا الكبرى من أجل ماذا من أجل البعض بدون ذكر أسماء لما أنت دكتورة تقولين أنا تعبنا وسوينا ووضعنا على الورق أعلى سلطة في أعلى من سمو الأمير يعلن أنه يريد المشاريع هذه الكبرى في أعلى من سلطة مجلس الوزراء كنت وزيرة سابقة وكنت تقعدون كوزراء في أعلى من المجلس الوزراء في أعلى من المجلس الأمة من هم الأعلى والأقوى من هالجهتين اللي تنضع هذه المشاريع على طاولة ولا تنفذ مهون السبب هل هم متنفذين أنا قلت لكي مساء البعض يبني الكويت من أجل مواطنيه ومن أجل مستقبلهم خلف الكراسي لا لا يعني فيها طبعا كل مشروع عندنا وعند غيرنا هناك ناس تستفيد من هذا المشروع هي الشركات المنفذة لكن عندما يرسل مشروع بالطرق الرقابية الصحيحة سواء من حيث طرح المناقصة من حيث وضع المواصفات من حيث عرضة على لجنة المناقصات وكذلك ديوان المحاسبة يفترض عندنا قلب من حديد ونفذ لكن المشكلة عندنا عملية التشكيك عملية تطاحن المصالح وكذلك عدم الاستقرار السياسي دعنا نوقف عند تطاحن المصالح لا يخبر الدكتورة مصالح من؟ نحن كلنا كويتين مصالح التجار مصالح الشركات مصالح الشركات هل أصبحت الشركات أقوى من جهاز الدولة؟ لا هي ليست عن مساءة أقوى وإنما كذلك تعطل تعرقل تشكك يعني أكثر من مشروع يعني يصل إلى مرحلة يقترب من التنفيذ وتظهر شركة لم يرسي على المشروع تشكك في عملية الترسية ونعيد في دراسة الموضوع ونبحث أين هي الحلقة المفقودة ويتغير الوزير ويأتي وزير جديد ويدرس المشروع ويتشكك مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يعني بعد لا ننسى كذلك إخواننا في مجلس الأمة ودورهم كذلك فبالتالي إيه يعني ما بي أعلق والله أقول إن فلان مسؤول ولا السلطة التشريعية والتنفيذية إذا حسبنا دكتور إذا حسبنا وحددنا الجهة المسؤولة نقصت طعمه وعالج أنا أقولت عندنا ثلاث جهات مسؤولة تفضلي السلطة التشريعية ممتاز السلطة التنفيذية وكذلك أصحاب المصالح ممتاز فإذا لم تتفق هذه الجهات الثلاثة على مسيرة واحدة وعلى رؤية واحدة وخط للتنفيذ فيصر عندنا هذا التبع ألا تعتقدين دخول سلطة يديدة أنا أسميها سلطة المصالح أو التجار المتنفذين موجودين عندنا وعند غيرنا يعني هذه كأنها دخول على المؤسسة الدستورية بالكويت هي صاحبة القرار في بعض القرارات هذه مصيبة دكتورة أنت كنائب مجلس الأمة أمكن أن تلأقرب للحدث أنت أقرب لما يدور في الرقة تحت رقة عبدالله السلام أنا لمست لمستها لمس اليد كيف تكون المشاريع قابق أو سيني أو أدنى من التنفيذ وتدخل شركات أو مؤسسات لم ترسي عليها بطرقها وبوسائلها وبأسلاء سالي بعرقلتها من الأخوة النواب وكذلك من بعض الوزراء فيقف المشروع ويعاد طرحها أخذ عندك مشروع لماذا نذهب بعيد أخذ عندك مشروع مستشفى جابر مشروع مستشفى جابر من عام 2006 وضع الحجر الأساس إلى هذا اليوم مشروع مستشفى جابر لا يتحرك قيد أنم له سألت عبدالعز الكليب عندنا في لقاء دال هذه جاءت لمصلحة المال العام جاءت لمصلحة المال العام دائماً أكو تبريرات والمال العام هو الشماعة أو هو المسمار اللي نعلق عليه مسامحة عن مسمار جوحة هذا إحنا عندنا مسمار جوحة لصبونا المال العام وكل من يدعي بأنه يحمي المال العام طيب مستشفى طرح بمناقصات وبأساليب صحيحة وعندنا حتى الدكيومنت اللي تشهد بأن ديوان المحاسبة يؤكد بأن عملية الترسية صحيحة مية بالمية أي ودور دورة أنا ما لي مصلحة لا معها الجهة ولا معها الجهة لكن الخاسر من؟ الخاسر الكويت اليوم إحنا يعني نتباشر على مدى سنوات من 2006 إلى اليوم راح يكون عندنا 1200 سرير في المستشفى وراح يكون عندنا وراح يكون يعني صرنا يعني خيالنا أوسع من واقعنا بكثير صحيح واقعنا للأسف الشديد يتم عرقلته بهذا النوع من التبريرات لا أقول أكثر من ذلك سوى وهي تبريرات يعني فيها ادعاءات بأن المال العام وحماية المال العام طيب ما إحنا كان البرميل النفط عندنا 140 صحيح وين وصل اليوم وراح ينزل وراح يرتفع وراح ينقضض وبالتالي إذا لم نستفد من الفرص دائما الواحد يقول اقتنص الفرص نعلم عيالنا نقول لها اقتنص الفرصة لأن الفرصة إذا تمر عليك اليوم يمكن ما تمر عليك بعدين كذلك الحال بالنسبة للدول فعندنا إذن نبي نصف النية نصف النية مع بعضنا البعض ونصف النية كذلك بتوجهنا ماذا نريد لهذه البلد هل نريدها كما هي فإذا نحط ايدنا على خدنا ونقول هذا الوضع اللي عندنا فيه زمي خالب دكتورة أبقاطعش في شغلة أساس نستطيع على نفس المجال تعتقدين أن أصبحت هناك شراكة ما بين بعض المسؤولين أو الجهاز التنفيذي للدولة وبعض الشركات في تعطيل المشاريع أو تنفيحهم شوفي أنت سؤالك فيه شوية كأنني ما رح أتهم أحد أنا ما أتهم أحد أقول لك أمور تلمسها بأن هناك من يعطل هل هناك مصالح أو غير مصالح يعني الأمور يمكن ربما تحدث خلف الكواليس ما أعرف عنها شيء لكن النتيجة نتيجة بائسة النتيجة أن هذه المشاريع الطموحة اللي نتطلع إليها بأن المشروع المواني توسعة المواني توسعة المواني وين وصلت وين وصلنا سؤال بلش فيها الشيخ أحمد العبدالله عندما كان وزيرا للمواصلات يه الدكتور الشطي عندما جاء بعد الشيخ أحمد العبدالله وجئت أنا بعده وجاء 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 ست سبع وزارة وخصصت لها ميزانيات وخصصت لها ميزانيات وبيت استشاري وجلسنا جلسات وأنا متأكد حتى الوزراء اللي قبلي واللي بعدي درسوها دراسة يعني مكثفة ومجلس الوزراء دفع لنا هذا ولجنة الميزانيات أقرأت الميزانيات وتسكر المشروع وتسكر المشروع من عند المفتاح هذا دفنت لي مو عندي مو عندي أدمنه من أن نصل إلى هذا اللي ماسك المفتاح اللي عطل هالمشاريع نرى من المفتاح يلا تعرفين لا والله نعرف ممتاز بس ممكن بس نطلع ليش مسوين هاي الصور كذي كأنه ديكا هاديه وجهه لكن أنا وياك كذي لا احنا مو ديكا نحن نبحث عن الحقيقة او اوكي هانا كذي اللي مسوينها عرعور بس عشان انتي تريد تغير نرجع للمحور احنا بنرجع للمحور زين المفتاح بنوصل لحيق صاحب المفتاح ومقول عطنا مفتاح عبر وجه لوجه ان شاء الله في اطلعت على الخطة المخترحة اللي قدمتها الحكومة الى النواب وانا اطلعت عليها وسلم لني يا أستاذ ناجي عبدالهادي النائب عبدالهادي اطلعت عليها كأنني أقرأ مادة دراسية تقدم في الجامعة ما هي الخطة الطموحة مكتوب لسنة 2035 لم تكن هناك آلية واضحة ولم تكن هناك يعني وضوح حتى في الطرح حتى النائب يستطيع محاسبة الحكومة اوكي شرائج في المخترحة طلعت عليها مش بس طلعت عليها درستها لأن يفترض هذا هو الهومورك مالنا هذا الواجب مالنا لداية دورة للعقاد القادم لأن الحكومة عندما قدمت أولوياتها تقريبا أكتر من 43 أولوية تتصدرها الخطة الخمسية للدولة الخطة الخمسية يعني كخطة لما طلعت عليها ودرستها وقلنا حق الشيخ أحمد الفهد الله يطوله بعمرة قلنا يا أبو فهد هذه الخطة هل هي خطة ولا إطار عام للخطة لأنها معنونة إطار عام لما أقول إطار عام فإهي إذن برواز إطار عام رح تحوي الخطة من داخله فلما نطلع على المرسوم الإحالة يقول مرسوم الإحالة بأن هذه خطة فالمهم قعدنا مع الشيخ أحمد العبدالله مع فريقة وكذلك مع أعضاء من اللجنة المالية والاقتصادية لتدارس في هذا الموضوع ولم نصل إلى تحديد يعني جازم بأن هذه هي الخطة التي سيتم التعامل معها للخمس سنوات القادمة لكن في جلسة أخرى كنا مع كفريق عمل الأولويات لمجلس الأمة وبحضور الأخ الفاضل محمد البصيري وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير المواصلات وتشاورنا معا حول هذا الموضوع لأنها من ضمن الأولويات فقال لنا إياها بوضوح وبصريح العبارة بأن هذه هي إطار عام فإذن هي ليست التفصيل وليست الخطة المتكاملة وأن الخطة المتكاملة ستأتي بتفصيل أكبر وسيكون حجمها بالتأكيد أكبر حسب ما قال في حدود 700 صفحة إحنا بغض النظر عن 700 صفحة 200 صفحة 200 صفحة أيا كان لأن القصد ليس هو الكم وإنما المضمون الخطة يجب إذا كانت خطة خمسية يجب أن تستند إلى رؤية استراتيجية والرؤية استراتيجية مسؤولية المجلس الأعلى للتخطيط وتنبثق عننا الخطة الخمسية والخطة الخمسية يجب أن تتضمن أهداف وسياسات وبرامج ومشاريع هذا الذي يجب وكذلك يجب أن تتضمن جدول زمني للتنفيذ يعني شنو معناته أنا عندي بالسنة الأولى راح أنفذ هالجزء من الخطة 30% 20% 25% أي أن كانت يعني ما هي مهم شكثر النسبة التي تحدد لكن لازم تحدد النسبة ليش عشان أحاسب الوزير على الإنجاز شنو بحاسب عليه مو بحاسب على الإنجاز على خطة وبرنامج زمني إذا كان ماكو هناك معايير للمحاسبة راح نصير بهالكور المخلبص اللي احنا فيه نحاسب الوزير على كل شي في حين أن الوزير ما عند الألف با اللي يدري هو طريقة وين ماشي فيه فعشان تشري يقول لك الخطة بوصلة يعني أنا اتشرف بأني كنت وزير التخطيط وفعلا التخطيط بعضهم يقولون لا التخطيط هذا ما للدول الشيوعية لا التخطيط حتى الإنسان أنا وإنت لازم يكون عندنا خطة شهرية أو سنوية أو حتى خمس سنوات أو ما شابه عشان بوصلة نمشي عليها نحدد إحنا وين رايحين وين فإذا كانت الخطة ياريتني عائمة ما فيها هذا التحديد الزمني اللي حدد لي بالنسب السنة الأولى نسبتها عشرين في المية أو خمسة وعشرين أو أيا كانت السنة الثانية كذا السنة الرابعة كذا الخامسة وبالتالي أقول أنا أنجزت الخطة ما في دول ترى ما في دولة في العالم تنجز أمية في المية من الخطة صحيح آخر سؤال هذا تفضل لو أصبحت الآن يعني حالة وفيات هل سوف تحاسبين دكتور موضي الحمود سيكون حالة وفيات وما رح تحاسبينها على قرار لا أنا أقولك إن شاء الله ما تكون بين الطلب لو حصلت إن شاء الله قاعدة نقول إن شاء الله أنا ما قدر صراحة ما قدر أحاسبها لأن هذه يعني الفلونزا يعني الفلونزا اللي حين توفوا عندنا خمس حالات توفوا فيهم أطفال وفيهم أكبر فيهم حوام وفيهم شاب صحيح وفيهم كلهم يعانوا من أمراض معينة طبعا البعض قالوا إن وزير الصحة المفروض يستقيل طيب هو لما يستقيل وزير الصحة الفيروس رح يروح معاه ما رح يروح موجود معنا والله الوزير الياء يرش علينا رش ما رح أقولها الكلمة دكتورة انتهى الوقت وياش وكنت مستمتع جدا وانا من هالزقور قالوا لي مدد نصف ساعة بس لأسف ورا لأبرنامج الله يحفظك بس أخذ منك موعد بعد العيد إن شاء الله فيه لقاء خاص معك مدة ساعة ورص مع هالزحمة لا بدون زحمة بنعطيش على راحتك شارع أمانة لا احنا بنستخدم هالوكبتر خاصة ونيبت شرائل الله اشتفل بعيد بس قولي ايه قولي ايه بس على راسي يا بعد راو مشكولي تسلمون يعطيك العافية ومرة أخرى قولكم كل عام ونتم بخير أنا استمتعت طافة الساعة طافة وراح الساعة وكانت جدا ساعة ممتعة وحتى الجماعة مستبتعين وياك الله يحفظك على طرحة شراق ودائما أنت دكتورة الله يحفظك الله يحفظك مرحبا بوظيف اليوم الدكتور يعقوب الصانع من عام كتلة الوحدة الدستورية مرحبا بك مساكن الخير مزمان ما قابلناك أيو الله من زمان فقدناكم بعد قلبو اليوم نشارك لأستاذ محمد الخلف هذا الساعة المباركة والأستاذ صلاح القطة حياك يا أهلا بالغالب هذا ترى نظام يديد ماشاء الله عليكم دوان وجه والله يعينك على الجناحين ماشاء الله مو جناحين جلاثة لا أنا غير أنا منظم مو جناحه بالدائرة أقول لدكتور يعقوب دعنا نبدأ بالسؤال الأول اليوم لها الكويت فراحة اليوم شفنا شفنا خلال أيام اللي طافت تطبيق القوانين ويمكن أكد صاحب السمو من القانون حيطبق على الجميع نعم وأعتقد الرسالة كانت واضحة واليوم اجتماع صاحب السمو مع دواوي الكويت والكلمات الطيبة سؤال كبير فيه كلام ود الحاجة فيه أبدأ وياك بسم الله الرحمن الرحيم وبهنستعين يعني فقدنا من فترة طويلة ودايما كنا احنا في كتلة الوحدة الدستورية ننتقد بعض أعمال الحكومة وكان من أهم انتقادنا لها هو عدم شعور المواطني بالأمان ويمكن ما أنا بنتكلم عن الأمور السيئة والسلبيات اللي صارت من اقتحامات ومن ضرب لقنوات فضائية وحرق مخيمات وهذا لا يعني أننا احنا مع هذه القناة أو ضد القناة إنما الشعور بعدم الطمأنينة اللي كان سائد بوجهة نظرنا بأن هناك ما ينبغي أن يسود القانون اليوم شريعة الغاب يجب أن تقف اليوم أنا غلط عليك مو تروح الطقني تلجأ للقانون تلجأ للقانون واللي غلط يجب أن يحاسب هذه كانت بصورة أو بأخرى في الشهور أو العشرين شهر اللي طافوا ما كانت يعني طبقت بصورة سليمة الآن الكويتيين شعروا بأن هناك دولة قانون تطبق القانون لما تقول لا نعم لا غني عن البيان يمكن يفهم من هذا الكلام بأن إحنا مع يعني ضرب زيد أو عبيد من المتظاهرين لا طبعا إحنا ولا أنت يا الملة ولا أحد من الإخوان يقبل على أهل الكويت أن يعني يتعرض للأذى أكيد لكن بجميع الحالات لا تغلط وترتكب جريمة وما تبي أو تعتدي على أحد آخر وما تبي تكون عندك ردة فعل لأن في المقابل أيضا نوجه تحية لرجال الأمن لأن الرجال الأمن هو معيالنا بل بالعكس رجال الأمن هو غصبا علي يطلب منه أنه يطبق القانون في حين أنه أنت ياي تخالف هذا القانون وتتجاوز هذا القانون لذلك يعني بأمانة أنا زرت أكثر من دوانية زرت أكثر من جمعية نفعام تفاعلت مع كثير من أهل الكويت عندهم شعور بالطمأنينة لأول مرة نرتاح نفسيا نرى بأن دولة القانون سادت صار لنا فترة نطالب بتطبيق القانون ويمكن من زمان كنا نطالب بأن تكون الكويت حملة أمن الكويت أولا نبي الأمن يكون أول شيء نشعر فيه بالأمن والأمان صاحب السمو الله يحفظي مغريب علي زيارات أهل الكويت يعني من ردحم من الزمن وكلنا نتردد على صاحب السمو وبيته وقصره مفتوح والديوان مفتوح وهذه استكمال لزيارات سابقة تم زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه بأخذ آراء وجهاء الكويت أبناء الكويت شباب الكويت أصحاب جمعيات النفع العام المؤسسات المجتمع المدني الكتاب الإعلاميين أي أن كان حسب التخصصاتهم حتى يستشعر الرضا من ما سيصدر في المستقبل من قوانين أو مراسيم أو رؤية مستقبلية الكويت أفضل لذلك بالعكس هذا شيء ديدا صاحب السمو شيء غريب على هالكويت هذا موجودة ويوميا ترى بس البعض يسيس بعض الأمور لمصالحة بس بطلع على محور ثالث بس والله الملة بس ضرت على بالي هالفكرة قول في اتحاد المحامين العرب ما بيقول أي دولة طلب مننا أن نزور شخصية سياسية لهذه الدولة مو رئيس دولة ولا رئيس حزب رئيس حزب تدري شوه فينا شوي ويخلونا نقطه دومنا التلفون والساعة والتفتيش وإذا فيه هذا ولا تقول كذا ولا ترفع صوتك ولا قلنا بس بطلنا ما أنا من هالمقابلة هذا رئيس حزب ها والله العظيم أنا تشرفت بزيارة صاحب السم السيارة الدشلة داخل الديوان والله أنا ما حدفتشنا شوف النعمة والأمن اللي إحنا يعني نتمتع فيه ليش نهدر هذه النعمة اللي موجودة ما فيه حواجز بيننا وبين صاحب السمو ولا ولي العهد ولا رئيس الحكومة ليش نضع العصيف الدواليب ليش نحاول نخلق من البعض قامات لمحاربة نظام احدى ارتضيناه لمدة لمدة ثلاثمائة سنة لتقول زيد او عبيد بانه والله هذا المرسوم صحيح وغير صحيح لغة الحوار هي السائدة يمكن تدري احنا من فترة سوينا حركة المبادرة الوطنية مؤتمر الحوار الوطني ودعينا الكل للحوار وقلنا يا جماعة عمر الشارع ما يسوي حوار الشارع تعبر عن رأيك ماشي اقصى شي انك تعبر عن رأيك لكن لو تبتنفذ مطالبة وقلنا يا جماعة تعال انتو شنو اعلى سقف تطلبون من الاخوان من المعارضة مو تبون حكومة شعبية مو تقولون ملكية دستورية تعال خلنقعد اقنعني واقنعك تعال خلنقعد الشارع ما يسوي اي ممارسة او اي مشروع اصلاحي الشارع دائما يقود الى غوغائية واللي يقود الى غوغائية هم اصحاب التيارات السياسية بكل انواحها وللأسف نعيش تيار اخوانشي جديد يحاول ان يدخل من عن طريق بوابة الكويت نسنا الكويت لها ثلاثة سوار ومن السورة الاول سقطوا وحمى منطقة الخليج كلها من التيار الاخوانشي ومن خططهم بس لك سؤال السادر احمد السعدون النابل فاضل احمد السعدون دائما كان ينادي بال ان عدم عدالة الدوائر الخمس وكان يطالب فيها وكان لها ملاحظات وانا كان يدعو الى الصوت الواحد والدائرة الوحدة وصلقة والاحزاب يوم صاحب السمو اصدر المرسوم بخمس دوائر وصوت واحد صارت هذه اختراق وانا عدم مخالف وانا مخالف لعدم تطبيق المادة الواحد والسبعين وانا ما في ضرورة وما الى ذلك ويحرظ اللي حوله على التجاوز وانا ما ودي دائما هالكلمة ما ودي يتجاوز على يعني على رم سيدي صاحب السمو اللي يعشقون اهل الكويت واهل الكويت كلهم يقولون السمع والطاعة شي الهدف من وراء هال هالكلام كله اللي نقال وليش احمد السعدون يتجه وهو الرجل الذي يمتلك التاريخ الوطني والتاريخ السياسي الكبير شوف هذا السؤال هالكلام يسألون من فترة يمكن الان بدأ ينتشر في القروبات والواتساب واتساب لقاء مع احمد السعدون يقول فيه ويوصف الصوت الواحد بالصوت الحر صح توه يمكن الان بدأ بعد ينشر حتى يبينون ان رجل السياسة يتفاعل معه مصلحته الخاصة وهو طبعا رجل سياسة وين مصلحته وين وين مصلحت كتلة العمل الشعبي ومجموع كتلة العمل الشعبي اللي توصله توصله لرئاسة المجلس راح يمشي عليه وكان نادي بالصوت الواحد للأسف يعني انا احترامي لسنة لكن ترى مو شيء غريب عليه لان بالوقت اللي قال احنا جنود وحراس لقصرك يا صاحب السمو وراها بسبوع أو اسبوعين ثارت الثائرة والكلام اللي لا يمكن اي انسان عاقل يقبله ولا انسان حتى يعني اللي يعصي ابوه ما يقول هذا الكلام ولا يقدر يتجر ليش يخالف دائما الكلمات يعني يقول شيء في السابق ويرجع ينتقده في انتخابات مجلس 2012 لتصريح يقول بان الاقتحام خطأ صحيح تذكروا من الله يمكن تحقلها بنفس الدائرة بنفسها وحطيناه وعدت أكثر من مرة وقال وحتى مسلم البراق قالها في احد القنوات الاختحام خطأ أنا ما أذكر مسلم رح أحطه رح أحطه احمد السعدون في كل الجرح وقت الانتخابات قال ان هذا الاختحام خطأ وان المسئولية موجودة وقال كلام كثير والناس استبشرت فيه خير وصوتت له على اساس انه فتح صفحة يديدة فمو شيء غريب اليوم التصريحات اللي قالها احمد السعدون عنص يعني اعتبار ان الصوت الواحد هو الصوت الحر طبعا هذا الكلام مع احترامي لا مو بس كلامه كل الانظمة اغلبية الانظمة النيابية صوت واحد الحرة على خنس يعني استفيد من كلمة احمد السعدون هي طبعا صوت واحد والناخب يصوت لصوت واحد زي لكن ما يخفي عليك ان القوة السياسية لها مصالح القوة السياسية يقصيها هذا الصوت لانه تحتاج الى البدل تحتاج الى التحالفات حتى تغيب الاصوات الاخرين يعني اليوم انا وياك وياكم نعم احنا مثلا اربعة والله يلمون انت اليوم عندك الف صوت انا الفين صوت انت خمسمائة صوت الف وخمسمائة صار الصفر ما لنا تشم سبع تالع ثمان تالع حقيقة الامر انت ما عندك الثمان تالع التحالفات اللي صارت انزين وتغييب ارادة الامة تجعل من اي قوة سياسية هذه مصلحة بالنسبة لها و 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 اخرى من الاقليات من اللي ما ينتمي الى قوة سياسية او تجمعات او قبيلة او طائفة او عائلة كبيرة وبالتالي ما يقدر يقفز يعني ما في حب الكويت في الكرسي ومصلحة التيار اقوى من الكويت نفسه وحبه الاخلاصة هذا الوطن شوف كل اللي بس بسيلك ساذة عقوب اي تعتقد احمد السعدون هذه هذه الشخصية اللي يكون لها كل تقدير واحترام سلم تاريخه ليكون نهايته كرئيس مجلس امه مقابل لضاء تيارات سياسية تدعمه او حطيته بصورة هناك ما نقيل ان احمد السعدون والتيارات السياسية اللي حوله خلتها مثل محمد نجيب يوم الانقلاب في مصر وهو كاسم واحنا نشتغل وراء وسلم كل المبادئ والقيم وكل القيم اليوم ونفيها كحب الوطن والاخلاص وتشريع من اجل الوطن وحماية الدسوق من اجل ارضاء هذه التيارات على مصلحة الكويت شوف طبعا احمد السعدون في مقابل رئاسة المجلس مستعد يتنازل عن كثير من مبادئ واهداف اللي كان يتكلم فيها يمكن مجلس 2012 شاهدنا التجاوزات نحن كرجال قانون شاهدنا تجاوزات كثيرة من احمد السعدون في ادارته للجلسة في بعض المرات كان يتنازل من كثر ما يحرج من الاغلبية اللي كانت في مجلس 2012 فكان يتنازل ويتركها لخالد السلطان لان خلاص ما يقدر يعني هذا الرجل كان يملك تاريخ يملك رمزية يعني شئنا ام ابينا نعم نعلم ان احمد السعدون لا تاريخ فكان يحرج ويترك الامر لنابة خالد السلطان نحن كنا نشاهد التجاوزات وكنا نشاهد الشتم والكلام القدر ولما الاقلية النيابية تطلب شط هذا الشتم من المضبطة يطالبون بالاغلبية ويطالبون احمد السعدون بعدم شط حتى السد وتذكرون يوم الكلام الوصخ اللي قال اسطح ما اسطح وكذا فهذا هذا يدلك على انه تنازل عن كل مبادئة مقابل سدة رئاسة وين كان نحمد السعدون في مسيرة كرامة الكراسي وين كان واكثر واحد يطبق القانون وين كان يوم اختحام مجلس الأمة وين كان بقية الرموز الأخرى ليش تقول هذا ريال شايب وكبير ما نبي نضغط عليه ما اعتقد انه قائد المعارضة انت مثل ما قلت محمد نجيب صورة كربونية لمن وراء هو محلل محلل يعني زوج المحلل اللي بتعرف زوج المحلل هو واجه لا اكثر يعني كان في السابق لرمزيته لقوته لكن الان بكل تأكيد ليش فجداش ولده عبدالعزي الساحة السياسية بديل وريد قد يكون هذا امر قد يكون يبيوص الرسالة بانه هو ايضا واسرته يقدمون شيء للمتشفين ويمكن انت شفت الفيلم القصير المفتعل اللي تم تصويره حتى اي واحد مبتدأ ما يسوي هذا اللي يسوا واحد مجهز كاميرا ومصور الاخ عبدالعزيز سنو اخ كافلان يعني هذه ما عدينا هالمراحل يعني انت يمكن رجل اعلام تعرف تماما انه لا يمكن تصير بهذه الصورة وبعدين يفتعل الرجل الامن يقول حق الناس يلا امشوا امشوا والثاني يقوم بالاعتداء على الرجل الامن عشان يستفزه عشان يقوم بالقاء القبض يعني يعني صراحة هذا الفيلم مخجل وين التيار الوطني رئيز اخر احمد سامن الامني صكر دوانيته قال ما تستخل التيار الوطني تحالف ديمقراطية منبر تيار تقدمي ندري انه ملهم شعبية في الساحة السياسية نعم اش هالموقف اش هالموقف لتغير اي انا مثل ما قلت لك القوة السياسية لها مصالح مرتبطة مصرحتهم اكبر من الكويت ما بي اقول شذي لهم حسبة حسبة حساب الكويت لهم حسبة سياسية تحسب وهذه الحسبة يعتبر بان الصوت الواحد هو يعني مو مصالحهم مو من مصالحتهم وهو قتل لفكرة الاحزاب القادمة لهم وجهة نظر ان اليوم متى لما تقلص الى صوت واحد معنات ان انت في المستقبل الاربعة هي فكرة الاحزاب انطلاقة فالان انت لما تقلصها الى شخص واحد وهذا ترى ينمعا جهل على فكرة لان اليوم لان اليوم الاحزاب مو 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 قائمة على نظام الصوت وللاربع صوات الاحزاب قائمة على نظام قوائم سواء كانت قوائم نسبية او قوائم كاملة حسب نظام الانتخاب أنا أعتقد بأن نحن لازلنا مجتمع عشائري مجتمع تسودة العصبية القبلية الطائفية العائلية لازلنا لا نؤمن بدولة المؤسسات ودولة الديمقراطية بعدها العمر الديمقراطي وأكبر دليل اللي قاعد يصير اليوم هل يعقل يعني أنا لحد الآن ما أنا مستوعب أن صاحب السمو يقول لك صوت واحد تصوت لصوت واحد وهذا يفتح المجال لكافة أبناء المجتمع الكويتي ويعطيهم فرصة للانطلاق للكفاءات وانت تحارب طبعا في محاربة لأسباب قبلية في محاربة لأسباب القوة السياسية نفسهم في محاربة لأسباب طائفية معينة حسبتها راح تتغير وهذا يدلك أن بعد خمسين سنة حتى هذه اللحظة احنا ما وصلنا من النضج الفكري وأول اختبار قام فيه صاحب السمو بإصدار مرسوم ضرورة بشأن الصوت الواحد شوف الثورة الهوجاء اللي صارت نشما تقول كانت الثورة على قانون مكافحة الفساد نبذ الكراهية هذولا القانون المراسيم نبذ الكراهية كانت للأسف بعض النواب يركبون عليهم نعم لوصولهم للكراسي من أين لك هذا حيطبق رح نعرف انت ش عندك عيالك ش عندهم بناتك زوجتك الأقرب وكلها رح يطبق القانون ورح نكشف منه الفاسد ومنه المفسد خنقول لكم طرفة آخر شيء بنقول هاي هذي بقولها هاي على طاري هالجماعات ومدى سيطرتها على مكان من الدولة هذا الزميل كان معاي في الجامعة وكان متفوق وهذا الشخص لما تخرج بتفوق تقدم إلى الجهة الفلانية ما قبل إلى الجهة الفلانية ما قبل ما عنده يعني بعد عائلي أو كذا بس يملك رجل كويتي يملك كفاءة ويملك شهادة ويملك ذكاء المهم دارت لسنين ما شوف الزمين هذا ملتحي وماخذ خط وماسك منصب كبير ما حبيت أفتح معه هذا الموضوع بعد المهم بعد فت مرة ومرتين يعني نسيته أيام الجامعة وشفته بمنصب كبير من خلال هذا المنصب قم تحتك معه بحكم أنا كمحامي وما قلت لها تعال فلان أنت أنا خبري فيك أنت زميلي شون وصلت هذا المنصب شا حين يكون يحقوا طقيت كل الأبواب ما لقيت إلا هذا الخط ومشيت فيه إذا كان الله خير والحين ما شاء الله الله مسهل عليه منصب قيادة كبير وماسك مكان حساس في البلد نتيجة قوة هذا الحزب وهذه رسالة إلى حكومتنا الطيبة تشوف الجامعة وتشوف التطبيقي تقدر تخفض من الأزمة 50% الدكتور يعقوب الصانع أمين عام كتلة الوحدة الدستورية شكرا لك على حضور طرحك الراقي نحن مو ضد التيارات السياسية الإسلامية لكن نحن ضد التيارات التي تهدم وطن ولا تبني وطن شاكرا لأخي صلاح القبطان والساد محمد خلص على مشاركة موياي النقاش أعزاء المشاهدين وصلنا لنهاي الديوان بوجه الوج بعد قليل ننتقل لديوان الصحافة مع الساد صلاح القبطان والساد محمد الخلص ونعود إليكم اشتركوا في القناة شكرا